بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى قل ما الرب السماوات والأرض أول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفتهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال حسب اكبرت الله فيك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فطره ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرهوه وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسبك بارك الله فيك بس نكتفي بسؤالين إن شاء الله لأنها تصويته الله 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 الله